السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير جدا بتسأل على السايبر سيكوريتي. اخوة من الخليج من السعودية خصوصا ومن مصر كتير جدا مهتمين لمجالة سايبر سيكوريتي ودايما انا بقول ان السايبر سيكوريتي والابليكيشن سيكوريتي والايدنتيبو اكسس مانجمنت والكلاود سيكوريتي الديف سيك اوبس كل حاجات دي تريندز موجودة وحتفضل مهمة لان كل حاجة رايحة على الكلاود وكل حاجة رايحة اونلاين والكلام ده كله. انا من الناس اللي بقول ان النيتورك س داتا سينتر سيكوريتي ممكن يبقى بداية موضوع الاس اي والفايروول والحاجات دي جات ولكن ده ما ينفعش يبقى النهاية بتاعت حد عاوز يشتعل في سايبر سيكوريتي. كويس الايثيكال هاكين كويس ولكن عاوزين اكتر من كده كمان. طبعا ناس كتير بتسألني في الكلام ده انا مش متخصص يا جماعة. يعني انا حتة سايبر سيكوريتي انا عشان اتكلم في موضوع لازم اكون درسته اشتغلت فيه عندي خبرة فيه فهمه كويس عشان اقدر اقول لل الناس يعملوا ايه ما يعملوش ايه بعد ما كنا عملت كمان عن الموضوع بيحصل ايه في امريكا والطلب والجوب ماركت وكلام ده اتكله. تمام? يعني انا مش داخل بكتفي كده واللي عندي كل العلم. انا انسان عندي شوية علم في مجالات معينة بشاركها مع الناس. وناس كتير طلبت مني ان انا حضر لهم حاجات عن السايبر سيكوريتي ونكلم عن السايبر سيكوريتي وكلام ده اتكله. وانا في حاجات البحث بتاعتي واعت على كنز. حشاركوا معاكم بعد الفاصل على شارت. نشترك. نفعل القناة وتدونا لايك. وتعالوا نشوف الكنز بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الكنز بقى? لا طبعا ما حدش يحلم بقى بسباك دهب ويقوت ومرجان واحمدك يا رب. لا ما تحلموش بالكلام دوت. وانا بدور لقيت ان فيه انسانة عربية مسلمة ملتزمة متعلمة. اقدروا الاحسن تعليم واشتغلت في اماكن حساسة جدا في موضوع السايبر سيكوريتي. وبتدرب وبتعمل كورسات وعندها اكاديمية خاصة بيها. انا ما عرفش الانسانة ديت. ما قابلتهاش ولو اني اتشرف لو قابلتها. ولكن من الواجب بتاعنا ان احنا مش بس نفتي ونحتكر ان الناس تيجي عندنا في الحتة بتاعتنا وخلاص. لكن من واجبنا ان احنا نقول للناس في شخص عربي موجودة هو. خبير في الحتة ديت. اشتغلوا معاه. احنا مش جايين عشان نحتكر حاجة معاه. مش جايين عشان نموت الشغل بتاع الناس. احنا بنقول حقائق عن تغيرات في الاي تي. في بقى ناس وشركات ومعاهد عما لا تشتم فينا يمين وشمال على الفيسبوك. وعلى تعليقات الكوميونيتي عندنا وبيكلم مع العمالة بتوعهم انه لقى دول كذبين بس عشان يمشوا كرساتهم. يعني في دليل عمل اهو. ويشهد الله ان انا ما عرفش الانسانة ديت ولا قابلتها وان كنت اتشرف ان شاء الله لو كتب لي في يوم الايام. نموذج. اه فعلا افتخر بي لما بحثت في المواقع بتاعتها وفي الفيديوهات بتاعتها وفي الترينيج بتاعها وكلام دوت كله. انه حد افتخر بي وممكن يقود الناس في الحتة بتاعت السايبر سيكوريتي اتكلموا معاها. انا حشارككم ايه التفاصيل اللي انا جمعتها. ابحاثوا في الموضوع زيادة. واتكلموا معاها مباشرة عن طريق المواقع اللي انا حبعتها لكم. يعني ربنا هيكتب ان شاء الله. وتكون عندها وقت وعندها المتسع ان هي تقدر تساعدكم. وعندها كورسات وعليها اشتراكات وعندها اكاديمية بتاعتها والكلام دوت كله. تمام? طيب تعالوا بقى نفتح صندوق الكنز ونشوف مين الانسانة ديت اللي احنا بنتكلم عليها. زي ما انتوا شايفين على الشاشة الموقع بتاع رانا خليل. من بحثي لقيت ان رانا خليل خريجت یونيفرستي اوتاوة في كندا. وعملت ماجستير في الكومبيتر ساينز من یونيفرسي اوتاوة. من اقوى الجامعات اللي موجودة في كندا وفي العالم كمان. طبعا یونيفرستي تورونتو يمكن بتيجي الاول واترلوب يعني الاول والثاني والثالث هتلاقوهم دول بقى. اوتاوة واترلوب ماكماستر وتورونتو. هم دول الاوائل في الكومبيتر ساينز اللي هم يوازو ستامفورد وبيركلي وكال ستيت والحاجات دي في أمريكا طيب رانا خليل متخصصة في الحتة بتاعة الابليكيشن سيكوريتي والوفنسيف سيكوريتي والكلام ده كله طبعا الناس اللي شغالها في الكلام ده هيعرفوا بلاك تيم وريد تيم وكلام ده تكله اشتغلت في الكلام ده اشتغلت مع البنوك في كندا عارفين طبعا البنوك هي أكتر أماكن فيها حساسية لموضوع سيكوريتي أرقام الكريد كارد حتروح القصص دي كلها والريفيوز بتاعتها من زميلها ممتازة فلونت في الانجليزي تتكلم عربي كويس قوي ولكن فلونت في الانجليزي فيعني شيء رائع وتعاون معاها يعني زي ما انتم شايفين ديفيد بومبال ده من الناس اللي هي عتاولة في النيتورك يعني ده أخد السيسي اي قبلية بسنتين في 2003 ومن الناس اللي قصة حياتهم تشرف برضو يعني عنده 2 مليون وشوية وعنده على اليوتيوب 3-4 مليون مثلا ولا حاجة وخمس كرسات حديثا عن موضوع بتاع السيكل وعن موضوع بتاع وكلام ده كله كرسات موجودة على يوديمي وموجودة لأكاديمي بتاعتها ما شاء الله عندها تقريبا 80 ألف سبسكرايبر دلوقتي رغم ان هي خارجة 2016 احنا بنتكلم في حد عمره دلوقتي ممكن يكون يعني 30 سنة 29 سنة 30 سنة ومتحدثة في البلاك هات هي ممبر من الريفيو ورزبتور البلاك هات ودلوقتي موجودة في قطر في معلوماتية يعني احنا بنتكلم الكرسات بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين ويب سيكوريتي اكاديمي ويب سيكوريتي اكاديمي يعني شغلها كله في الحتة بتاعت السيكوريتي فانا لا افتي ورانا خليل في المدينة انسانة من اصل عربي غالبا هتكون كندية عربية يعني يعني واضح ان ثقافتها ما تغيرتش بيكونها ان هي تربت في كندا او كبرت في كندا وتركزها في الحتة بتاعت الحلول ناهات ان دون وتركزها لا تفترسها حقا وايضا ببكزها دي مهمة جدا جدا لان في الاخر لي عن اخترق مش 很 يخترق عشان يخش على روتر مش اخترق علي فايروول هو عن اخترق او ان كان دا ممكن تبقى هدف بس اخترق علي هو يوصل الابليكيشن سواء ان هو يسيطر علي داتابازز او machst او يعمل او الكلام ده اتكل. تمام? فعندكم اليوتيوب بتاعتها موجودة. عندكم بتاعها كمان موجود. ما شاء الله عندها برضو ستين سبعين الف فولور على على شغالها في قطر دلوقتي زي ما احنا قلنا. طبعا يعني اكيد خطفوها. دي صورتها وهي شغالة وهي بتتكلم في البلاك هات السنة اللي فاتت. طبعا تخطفت بعد كده بقت جزء من البلاك هات. ادي الموقع الشخصي بتاعها. ودي موقع الاكاديمية بتاعتها. عندها اشتراكات برضو اظن بتبدأ من تلاتين دولار في الشهر. من من ناحية الامانة ان احنا لازم ان احنا نشارك العلم وان احنا نكبر مع بعض. يعني ما نكون نشوف الناس بتعمل صح. انا يعني مش هحقد على حد. يعني مفيش فايدة. رزق ربنا بيقسمه وكل واحدة ايخد رزقه. مش هحقد على حد. المفروض ان نواجبي ان انا اقول الراجل دوت او الاخت ديت ممتازة في الحتة ديت. والغواب بتاعتها قوية وما ما خسرتش ثقافتها بان هي عاشت في الغرب. ولما ربنا فتح عليها وكبرت في المجال بتاعها في اماكن قوية في سنترال بنك وفي كندا. ده مش تهريجة يا جماعة. ده زي البنك المركزي في الامارات او البنك المركزي في السعودية او البنك المركزي في مصر. عتولة السكيوريتي. لازم نكون نشغلين في الاماكن ديت. فمعاكم عتولة سكيوريتي هي موجودة. تقدروا تتكلموا معها وتقدروا توصلوا معها وتقدروا تسألوها. واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون عندها متسع ان هي تقدر تستوعب الاسئلة وتقدر تقود شبابنا وبناتنا في الاتجاه الصح في السايبر سيكيوريتي. تمام? ما حدش بقس اني على سايبر سيكيوريتي تاني يا جماعة. وطبعا لو اي حد يعرف ان اي حد تاني يبعتلي. هبحث في المواقع بتاعته. اتأكد من هو عتول في الحتة بتاعته او عتولة في في الحتة بتاعتها وتطلع فيديو اشارك الكلام دوت. وربنا يا سبحانه وتعالى كريم يشارك الاجر على الناس كلها. يعني الدال على الخير كفاعل. فعندكم ذي خير ان شاء الله. ربنا يوفقكم ويسعدكم في الحتة ديت. والصايبير ما يا جماعة. الصايبير سيكيوريتي بجد بجد. الصايبير سيكيوريتي بجد. الملتي 클라ود سيكاوريتي. الحتة بتاعة الديفزيك اوبس. الحتة بتاعة الا ابليكيشن سيكيوريتي. حتة بتاعة الادئينتي والاكسس مانجميجمنت الحتة بتاعت الجاورننس الكمبلاينس هي دي الحاجات اللي هتفضل تكبر وتكبر وتكبر في السيكيوريتي تمام مش السي سي اي 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 اخدلك شوية اي اثيكا الهاكينج وانهارة كبيض انت كده بقيت زي الفل ممكن تبدأوا هناك ولكن ما يكونش ده الافق بتاعكم ما يكونش دوت اخركم وما تكتفوش باللي يقول لكم هي دي سايبر سيكيوريتي دوروا وسألوا الخبراء جماعة اللي اشتغلوا في اماكن كبيرة في العالم لان دول هيكون عندهم اتعرضوا لحاجات كتير جدا و هيقدر يفيدوكم باشكال اكتر بكتير تمام الا هل بلغت يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله اشترك بقى في القناة عشان يجيلكوا الفيديوهات اللي زي كده وانفعل الجرس وتدونا لايك وسلام عليكم